بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ دلوقتي في الإكسرسايز اللي هنطبع عليه برضو اللي هي الفيتشر فروم دايمينشنز جينا نقوله ان احنا عايزين نجيب التوب بتاع هذا الإكسرسايز اصبح عندي وذكركم ان احنا عملنا فيسينج وعملنا هول وعملنا الثريد ايه العمليات الفضلة تاني تعالى نروح على فيتشر انا ما زلت في ترل هنشوف عندنا خدنا هول وخدنا ثريد وخدنا فيس تعالى ناخد جروف ونقوله في الجروف هات التالي ونشوف دامتر انا عايز اعمل دامتر في الجروف فين في السطح الخارجي بتاع الاستوكل اللي عندي دا فانا السطح الخارج كان اتنين انشي هنشيبه غير دين الى اتنين والدبث هنخليه بواحد من عشرة خليني في دول ولو عايز اغيرهم بعد كده يقولي الديبث انا كل اللي محتاجه للجروف ان انا اعرف الديامتر اللي هعمل فيه الجروف وعايز اعرف الديبث هيكون بقد ايه اللي هو هيبقى العمق اللي هنزل بيه في الجروف والوث اللي هو ايه العرض اللي هو يبقى بتاع الجروف اللي احنا نشتغل طبعا انا شغال from dimension وشغال outer diameter that's fine فلاص اه واجب لي ايه ده الجزء اللي هو ايه اللي هيبقى الجروف طب الجروف ده هنوديه فين اللي الجروف ده نمشي بيه لحد ما نعدي الهول يبقى نقدر نمشي المسافة زد بي ماينوس ده كان واحد وثمانية من عشرة يبقى نخليلنا ايه زد هنا هو بماينوس 2.1 ونقول له ايه preview ايه نخليها ب2.5 2.5 ونقول له preview ايبقى كده انا ايه وصلت ان انا جبت هنا ايه الجروف اللي عملناه طيب في حاجة تانية عايزين نشوفها والله تعال نشوف يكون فيه ايه معا فيه عندك راف وفينش دي برضو من ضمن الحاجة اللي قلتك علي انا ممكن عشان اقصر المودة اللي بتاع تغيرها ممكن نقفل راف وشغل ايه الفينش فقط لغير حتى بتبقى الستيبس اللي موجودة عندي اقل والاني سي كود اللي طالع بيبقى قدر طيب هنا فيه الفينش وفيه الرف خلينا نشوف ايه اللي جاي تاني هل هناك فيه اي وارننج لو فيه اي وارننج كان طلعين علامة اكسيميشن مارك اللي هي بتبقى معوجودة هنا الحمد لله ما عنديش اي وارنج يبقى اقول له ايه فينش وكده عملنا ال ايه اللي هو الجروف وات الس تعال نروح ونشوف فيه الترينج هنلاقي ان احنا عندنا يا سيد الفوض الكات اوف خلاص عملنا التمرين تعال نعمل الكات اوف الكات اوف هنقول له التالي تعمل الكات اوف ماشين عند الديامتر اللي هو اتنين مضبوط الوث بتاع الكات اوف هنخليه اوبون فايف عندي الكات اوف عندي باوبون تو سيك نرجع تاني السابق اوبون فايف كبيرة في خليها اوبون تو فايف زي ما كانت ونجرب نشوف اهو طيب نرحل ده بدل ما هو اوبون ايت سيك قرب شوية نخليه 0.6 ايه بقى كده عملنا الكات اوف ايه تاني فاضل لنا يا شباب كده finish ونشوف ايه ما هو متبقي كده هراجع معاك وكده خلاص خلصناهم كلهم يبقى كده احنا عملنا الهول الجروف الثريد الفيس الكات اوف البار فيد البار فيد ان احنا عارفين زي ما شرحنا في CNC theoretical parts ان مكان CNC ممكن اعمل البر فيد اللي هو بغذلي المشين بالبروداكت اللي هو انا عايز اشتغل عليه ويتطق ويه ولي بقى فيه فيدر يغذي على طول ما انا مش كل مرة هركب الستوك على التشاك اللي عندي لا ده هو البار فيد كل ما بخلص شغلانا يغذي المشين ونبدأ نعمل عملية اخر البار فيد لو حبينا نشوفه هيجب لي عبارة عن بار ما فيش فيه اكتر من كده هركبه في اهو ده اتجاه بيقول لي ده اتجاه التغذية فهنقول له ايه التالي اتجاه اهو ادي ايه بيقول لي ادي اتجاه البار فيد ان انا هخلص هذا الجزء وهغذيلك بالبار فيد انسو في هذا الاتجاه اوكي that's it كده يبقى ايه finish خلصنا هذا الجزء نيجي نشوف ان احنا دلوقتي عندنا مطلوب مننا ان احنا نعمل عملية simulation لهذا البار ستعال نعمل simulation على وفي الطوب كده ونشوف الشكل ايه ونعمل simulation بعد كده في ال ايزومترك tool path عشان يعمل ادي هنا الجزء وهدي كده اهو بدأ عمل عملية الفيسينج وبعدين عمل عملية ثريد وبعدين عمل عملية القاطب بعد الشكل في الايزومترك اصبح عندي دي كل العمليات اللي انا ممكن اعملها في عملية الفيتشورز اللي هي from dimension under اللي هو التر هكذا نكون وصلنا لنا هذا المقطع واشكرونكم مرة من شاء الله في مخاطر واخراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته